السلام عليكم. صباح الخير يا شباب او مساء الخير. وقت ما تسمع الفيديو ده. خلاص يعني اخر حاجة في موديول جي اي تي. مش هلوكو تاني صباح الخير ولا مساء الخير ولا اي حاجة. اه بننهي مع بعض جي اي تي. اخر فيديو فيديوهات العملي بارسيتولوجي الخاصة بموديول جي اي تي ليفل الاي. اعظن خلاص كلوكو عارفين. ليفل الوحش. طيب. طيب. وكده ناخد بلاتي صور البروتوزوة. البروتوزوة اللي هي الكائنات احضن خلاص احضن خدنا في البروتوزوة ست كائنات. اللي هما الانتاميبة هستوليتيكا والانتاميبة والبلانتيديوم كولاي. والجيارديا الامبليا. كانوا تحت مسمى الانتستاينال بروتوزوة. بعد كده اخدنا الكريبتوس بروديان باريفم والايزوس بورا بلاي والسيكلوس بورا بلاي. ودول تحت مسمى الانتستاينال سبوروزوة. تمام? اول ثلاثة لما خدناهم كانوا يتواجدوا في صورتين صورة سيست وصورة بروزايت. تمام? اللي هما الانتاميبة هستوليتيكا والبلانتيديوم كلاي. اذا احنا عندنا ست صور. تلات صور لهم هم سيست بعد كده جيدا اخدنا اللي هم سبوروزويت او اللي احنا بنسميها السبوروزوة. اللي هما الكريبتوس بروديان باريفم والسيكلوس بورا بلاي. والسيست؟ والآيزوس بورا بلاي. ودول كانوا يتواجدوا في كزا صورة احنا كلنا بناخد لصورة اللي اسمها ال او او سيست اللي هي كان في منها سوريوليتد وسبوريوليتد فحنا ناخد صورة واحدة بصفة عامة اللي هي ال او سيست اذا ان احنا عندنا الشراحة بتاعة البروتزوه عشان تكون مساست من نفسك تلاتة تروفوزويت وثلاثة سيست نفس التلاتة وثلاثة او سيست اللي هما الكريبتوسبروديا موسيكلسبورا والايزوسبور يبقى كده كم شريحة تسعة وزود عليهم كمان شريحتين حاجة اسمها انتميبا كولاي هقول لك عليها دلوقتي يبقى احنا كده عندنا 11 شريحة يبقى البروتوزوة هتلاقي هتلاقي الفايل ده مثلا حوالي حاجة و 40 صورة هم 11 صورة ولكن تكرار كلهم حاجات متكرارة مرة صورة من تحت الميكروسكوب ومرة صورة مرسومة يعني الدياجرام كده معمول عشان يوضح لك الاستراكشن طيب احنا هنا يعني كل مرة لما كنت باخد الشباتر اللي فاتت ما كنتش بركز على الدياجراماتيك فوتوز لانها مش مهمة اوي هو اللي يهم ان انت تشوف المنظر الطبيعي تحت الميكروسك هنا لا فيه دياجرام والدياجرام مهم يعني الدياجرام اهميته بنفس اهمية الصورة ده رقم واحد رقم اثنين لازم تكون عارف ان احنا بنتكلم على بروتوزوة يعني كائنات احدية الخلية وبالتالي بنتكلم على استخدام ميكروسكوب بالهاي باور فيلد يعني بتكلم على ميكروسكوب بنظبط فيه المجنفيكانت لنز مش في قوة مثلا تكبير اربعة ولا عشرة ولا اربعية لا بنتبقى تكبير مية اللي احنا بنسميها العدسة الزيتية اللي هي بنحطها وبنلزأها على الشريحة عشان تجيب الطاقة فانا عايز اجيب خلية مش مشدودة مثلا لا ده بان عايز اجيب خلية واحدة. طيب يهميني بقى في البرتوزوة يا ان انت تكون ود برنس وعارف ان احنا بنتكلم عليه. القومنت بتاع البرتوزوة ثابت يعني انت هتلاقي في كل واحدة منهم لها كومنت تلت اربع حاجات بنختار منهم حاجة او اثنين طيب افرت يا دكتور انا في الامتحان Roland吧 انا نسيت. افرت مثلا أن طلب مني قومنت وانا مش فاكر بالقومنت بتاعه كل واحدة طيب انا هثبتلك كومنت يؤكبتا فيهم كلهم. يعني الكومنت ده اكتبوا فيهم كلهم. سابتين. كومنت في اي واحدة منهم الدكتورة يحسبها لك صح. اولا مش دول بروتزوع? اه. يبقى اول حاجة يوني سيلور اورجانيزم. اكتب كده الكومنت السابت في ظهر الورقة كده ولا في الورقة من فوق. اكتب كده رقم واحد يوني سيلور اورجانيزم. ايبا لو وجدت لك اي صورة من اللي هنشرحهم في الفيديو ده. هتكتب يوني سيلور اورجانيزم. انت شايف ايه? انا شايف كائن بيتكون من خلية. انا شايف خلية. وده رقم واحدة صح. طيب. رقم اثنين. هتتكلم على عضو الحركة. يعني لو احنا بنتكلم على اميبة. فهتقول انا شايف سودو بوت. لو احنا بنتكلم على سيليت. هتقول ان انا شايف سيليا. لو احنا بنتكلم على فلاجليت. هتقول ان احنا بنتكلم على فلاجلة. يبقى ده كده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة. عدد النيوكلياس. وهنعرف دلوقتي مع بعض يعني ايه عدد يبقى الكومنت سابت يا دكتور رقم واحد رقم اتنين انا شايف اميبة او سيليا او فلاجلة رقم تلاتة عدد واحدة ولا اتنين ولا اتنين عن بعض ولا اربعة ولا تمانية خلاص انت كده خلصت الكومنت تصدق او الله لعظم انت كده خلصت الكومنت طيب احنا بقى هنقسمهم ازاي يا دكتور هنبدأ نشرحهم دول كائنات اوحادية الخلية يعني يا دكتور الكائن ده عبارة عن خلية واحدة فعشان اجي اقولك مثلا تعالى نقسمهم بالشكل الشكل صعب طيب تعالى حتى نقسمهم بعض الحركة برضو تقسمتها في العمل صعب اما لحنا في العمل هنقسمها بعدد النيوكلياس اكتر حاجة سيجنيفيكنت هتشوفها هي النيوكلياس اي صورة لما تيجي تاخدها اكتر حاجة سيجنيفيكنت هي النيوكلياس اكتر حاجة سيجنيفيكنت هي النيوكلياس وهكذا حتى لو انا جيت قلبت بسرعة 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 حاجات كده كتير يا دكتور أكتر حاجة تلاقيها significant هما نيوكلياس يبقى احنا هنا هنقسمهم بعدد نيوكلياس يعني انا دخلت على صورة يا دكتور ببص على الصورة دي لقيت الصورة دي فيها نيوكلياس واحدة يبقى انا بحد تفكيري في الحاجات اللي احنا هنشرحهم مع بعض يبقى انا عارف ان دي كذا طب اتنين نيوكلياس يبقى انا عارف ان دي كذا يبقى انا بمحورك من فوق لتحت انا شفت كائن خلية واحدة يبقى انا بفكر في 11 صورة اللي هما البروتوزوة طيب انا يا دكتور بفكر في بسيط العدد النيوكلياس لقيتها نيوكلياس يبقى انا بفكر في الحاجات اللي هنالنيوكلياس طب انا لقيتها اكتر من نيوكلياس على حسب بقى هما اثنين ولا اربعة ولا تمانية طيب تعال كده يلا نبدأ مع بعض دكتور احنا خدنا تلات انتستينال بروتوزوة اللي هما الانتميبة هستوليتيكا والبلانتيديوم كولاي والجيارديا الثلاثة كانوا باثوجينيك وكنا واخدنهم في سكيم والثلاثة كانوا بيعملوا ديزيز صح؟ في بقى نوع رابع اسمها انتميبة كولاي انتميبة كولاي هو نوع من اسمها انتميبة نوع من انواع الاميبة زي الانتميبة هستوليتيكا ولكن الفرق انها من باثوجينيك يعني الفكرة كلها ان انا عندي عيلة اسمها انتميبة العيلة دي او الراجل ده ده راجل صالح خلف عيليا عيل فاسد وعيل صالح عيل فاسد بيعمل ديزيز اسمه انتميبة هستوليتيكا وعيل صالح ما بيعملش ديزيز ده اسمه انتميبة كولاي إحنا يا دكتور الانتميبة كولاي خلي بالك هم الاتنين منعين نفس الانية بتاعة البرتزوغل اسمها انتميبة بس الهستوليتيكا دي اللي احنا شرحناها في النظري يبقى لو جاء لي سؤال في الامتحان غالبا هجي لي هستوليتيكا لأنه عايز يربط لي النظري بالعملي وأنا ما عنديش في النظري أصلا غير انتميبة هستوليتيكا ما للانتميبة كولاي هي بنت عميها أو أختها بس النون باثوجينك طيب يبقى احنا عندنا هنشرح الانتميبة هستوليتيكا والانتميبة كولاي مع بعض وبعد كده نكمل الباق طيب تعالى كده نبدا بع بعض باسم الله بالحاجات اللي ليها والنيوكليز اول حاجة التروفوزايت أنتميبة هستوليتيكا تروفوزايت وانتميبة كولاي تروفوزايت أعرفهم إزاي قال لك اولا النيوكليص بتاعتهم هم تبقى عبارة عن دائرة وجواها نقطة تعي كده نرسم تبقى عبارة عن دائرة وجواها نقطة الدايرة هي النيوكليص كده أولا أنا سأعلم لك عليها انها الايوكليص وعالي موجود في مصدير دائرة الجوالغا ده الدكتور par مع المثال البيضيه النوية أولي الاستغرار دائرة الكيريوزوم نكبر من اتلعب البيضيه oc organizado نكبر من ان اتلعب التقطن اى نكبر من البيضيه ط doon في جوان يوكليس. ان يوكليس دي بتبقى دايرة وجواها نقطة. يبقى ده كده اسمها انتاميبا تروفوزويت. اسمها ايه? انتاميبا تروفوزويت. انا محددتش استيرويتك ولا كولاي. دايرة جواها نقطة انتاميبا تروفوزويت. 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 دايرة جواها نقطة انتام يبقى دايما اي دايرة جواها نقطة انتاميبا تروفوزايت طيب عايز افرق يا دكتور الهستوليتيكا عن الكولاي قالك بمنتهى البساطة بص يا دكتور دايرة جواها نقطة انتاميبا تروفوزايت دايرة جواها نقطة انتاميبا تروفوزايت يبقى اي دايرة يعني دايرة دي اللي هي نيوكلياس يعني وجواها نقطة يبقى دي اسمها انتاميبا تروفوزايت انتميبا تروفوزي طب عايزة فرق الهيستوليتيكا عن الكولاي قالك لو لقيت النقطة دي تقريبا في نص النواة يعني الكيريوزوم ده سنترل اعرف انها هيستوليتيكا لو لقيتها سنترل اعرف انها هيستوليتيكا طب لو لقيتها اكسنتريك يعني تلاقي حدفة يمين او مثلا حدفة شمال او حدفة تحت او حدفة فوق يعني مش موجودة في النص يبقى دي الانتميبا كولاي حد عرف الفرق كده يا دكتور الخلية دي لها نيوكلياس واحدة وعملة بالمنظر ده نيوكلياس وجواها كيريوزوم يبقى اسمها انتميبا انتميبا تروفوزايت لقيت النيوكلياس في النص انتميبا هستوليتيكا تروفوزايت طب لو لقيت يا دكتور النقطة دي متطرفة في الجنب يبقى انتميبا كولاي تروفوزايت يبقى تعالى كده نطبق الكلام هنا دي يا دكتور خلية واحدة ادي نيوكلياس وجواها نقطة يبقى انتميبا تروفوزويد النيوكلياس في النص يبقى هستوليتيكا الكريوزوم في النص يبقى هستوليتيكا الكريوزوم في النص يبقى هستوليتيكا يبقى اسمع على بعض ايه انتميبا هستوليتيكا تروفوزويد اسمعها انتميبا هستوليتيكا تروفوزويد طيب كل داخل الصور بقى نفسها دكتور هي دايرة وجواد الكريوزوم في النص دايرة وجواد الكريوزوم في النص طيب بص هنا كده نحن كس بالنصت لا بل محضوف يمين أيضا سارى 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 سافى دكتور الساحل STE يا دكتور وموجودة على الجنب يبقى دي اسمها اهي لونها ازرق وتحس انها حتف على الجنب شوية يبقى طيب طيب لونها يا دكتور ازرق او اخضر وحتف على الجنب نازلة تحت اهي طيب يا دكتور اه عايزين نفرق مثلا ما بينها ما بينها ما بين غير موضوع بص كده بص على الصورة دي كده يا دكتور شايفين يا ولد في نقطة حمرى الانيوكلياس منزلها عامل كده وفي النص نقط 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 دي اسمها بتعرف انها وبيبقى فيها حاجة اسمها لكن بص بص هنا بص المنظر ده هنا يا دكتور هلحد شايف لا طالما ما فيش يبقى دي اسمها حد عنده مشكلة في الكلام ده طيب خش على الليفل اللي بعد كده اربعة نيوكلياس او تمانية نيوكلياس اربعة نيوكلياس تمانية نيوكلياس شفت السهولة بس خلاص يبقى احنا خلصنا التروفوزيت بتاع الاثنين خلص السيست بتاع الاثنين لقاتها اربعة نيوكلياس اي سوري لقاتها تمانية نيوكلياس انتميبة كولايسيس الموضوع سهل جدا هنا عد كده يا دكتور واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة ييبقى انتميبة هستوليتيكا سيست فاكرين لما كنا بنقول كوادرine nucleate واحد اثنين ثلاثة اربعة انتميبا هستوليتيكا سيست. طيب بص هنا الصورة دي ممكن مش واضحة قوي ولكن هي دي واحد اتنين وفي واحدة تالتة اهي. هو السهم انا مدريها اهي. موجودة هنا كده. تمام? اه طب نعمل ايه دكتور في الصورة اللي مش واضحة دي. يعني انا لو جات للصورة دي كده يا دكتور هقول ان دي وان نيوكلياس يبقى دي هقول انها تروفوزويت. هقول انها انتميبا هستوليتيكا تروفوزويت. طيب. تعرف ازاي بقى الانتميبا هستوليتيكا سيست بيبقى في صباح عامل زي السيجار اسمه كروماتويد بار. عارفين السيجار السيجار اللي بيشربوا الناس الاغنية دول اللي بيقفوا في الحفلات ويمسكوه كده تقيل. عارفينه السيجار ده او السيجار ده يا دكتور دا دا يدول انها هستوليتيكا سيست. يبقى الهستوليتيكا سيست لو اربعة نيوكلياس. الحمد لله على فكرة هو ده برضو ده اسمه كروماتويد بار. كروماتويد بار. طب يا دكتور ملقتش اللي اربعة نيوكلياس ليت واحد اتنين تلاتة او واحد مثلا وهينا التانية ومش اعرف حدد البقوين خلاص اعشتعين شفت السجار يبقى دي انتاميبة هستوليتيكا سست طيب انتاميبة هستوليتيكا سست تعد كده واحد اتنين تلاتة دكتور ما فيش عدد انوية فردي ما فيش عدد انوية فردي ما فيش حاجة اسمها تلت انوية ما فيش حاجة اسمها سبع انوية لا اي رقم فردي قربوا الاقرب رقم زوجي بعده يعني Über� 1 2 3 يبقى اكيد في رابعة بس مش مش بين في الاية في عملية السنيلنج او السابغة يبقى اثلاثة يبقى دول اربعة اللي عندها سنينجا السألاتية. بص كده دي كده يا دكتور عبارة عن خلية واحدة وفيها واحدة دي انتميبه هستوريتيكا تروفوزايت. تببأ هنا كده انتميبهستوريتيكا دي واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى دي انتميبهستوريتيكا سست بيقول لك انها في بداية التكوين بتبقى لسه هو المنظر ده اللي هيجي لك حد عنده مشكلة في الكلام ده طيب بص كده على المنظر ده يا دكتور بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لا خمسة دي هتبقى تمانية طالما فوق الاربعة يبقى تمانية طالما فوق الاربعة يبقى تمانية وطالما تمانية يبقى انتميبا كولايسست طالما تمانية يبقى انتميبا كولايسست عد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة يبقى تمانية طالما فوق الاربعة يبقى تمانية ما هو النيوكلياس يا دكتور بتنقسم ازاي انقسام بايناري فيشن الواحد يديك اثنين واثنين يديك اربعة واربعة يديك تمانية يبقى طالما هنا خمسة يبقى يا دكتور على طول يبقى دول تمانية ايه تنيوكلياس لقيت فيه ايه تنيوكلياس يا دكتور هيكسا نيوكلياس يبقى كده دي يا دكتور ايه انتميبا كولاي سيست انتميبا كولاي سيست طب بص كده 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 طالما 5 علميا هم 8 علميا هم 8 لكن لقناهم 5 لقناهم 6 لقناهم 8 يبقى دي اسمها 1, 2, 3, 4, 5 يبقى لو لقنا نيوكلياس واحدة 1, 2, 3, 4, 5 النيوكلياس دي Central Curiosome وكان فيها Digested Arbicies يبقى دي الهيستوريتيكا ما كانش فيها Digested Arbicies وإكسنتريك ريوزوم يبقى دي الكولايتروفوزويت لقيت 4 نيوكلياس هستوريتيكا سيست لقيت 8 نيوكلياس أو من 5 إلى 8 نيوكلياس يبقى كولاي سيست هستوريتيكا سيست وكولاي سيست يبقى أنت كده خلصت الانتميبة تروفوزويت وسيست هستوريتيكا وكولاي حد عنده مشكلة في الكلام ده هيتفضل لنا البلانتيديوم والجياردية وكلاهما عندهم اتنين نيوكلياس شفت الموضوع بسهل ازاي طب قلب كده 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7,8 يبقى انتميبة كولاي حد عنده مشكلة في الكلام ده بص ميديك جدولة كده مقارنة لزيز قوي هنا وان نيوكلياس وسنترال كيريوزوم وفي ديجستد يبقى انتميبة وان نيوكلياس يبقى دي اسمها انتميبة تروفوزويت لقيت فيها سنترال كيريوزوم وديجستد أربسيز هستوليتيكا اكسنترال كيريوزوم وما فيش عندك الديجستد أربسيز اللي هو الالوان الواضحة النقطة السودة الكبيرة دي يبقى دي اسمها كولاي تروفوزويت طب لقيت هنا اربعة وكروماتويت بار هستوليتيكا سيست لقيت فيها تمانية يبقى كولاي في مشكلة في الكلام ده برضو عاملها لك مقارنة لزيزة كده ايه ابقى بص عليه طيب تعالى كده ناخد مع بعض يلا الاثنين نيوكليس بص يا دكتور البلانتيديوم كولاي عندها اثنين نيوكليس والجياردي عندها اثنين نيوكليس طب فرقهم عن بعض ازاي البلانتيديوم اثنين نيوكليس يعني لما نيجي ناخد الصور دلوقتي هتعرف انها اثنين نيوكليس لازقين في بعض لكن لما نيجي ناخد الجيار دي هتعرف انهم سيباريت نيوكليس طب ايه رأيك ما تيجي كده نشوف تعالى نشوف يا دكتور المنظر اللي قدامك ده ده عبارة عن خلية ليها نيوكليس تانية نيوكليس عاملة شبه الكيدني اه شبه الكيدني تحس انها نيوكليس كيدني تحس انها عاملة شبه الكيلية واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين دي كده اسمها او كمل كده نيوكليس 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 اثنين. نيوكلياس اثنين. طالما لقيت اثنين نيوكلياس بالمنظر ده يا دكتور. يبقى اعرف ان دي كده اسمها بلانتيديوم كولاي. يبقى لو لقيت اثنين نيوكلياس بالمنظر ده اسمها بلانتيديوم كولاي. لكن بص بص هنا بص. ادي نيوكلياس وادي التانية. بس لازقين في بعض? لا ابو عاد عن بعض. تعلم موارك المنظر الحي. ادي نيوكلياس وادي التانية. هل انت شايف هم الاتنين اللازقين? هل زي المنظر اللي لأ طالما اثنين نيوكلياس بس مش لازقين يبقى جيارديالامبليا يبقى يا دكتور دخلت لقيت نيوكلياس واحدة كتبت كده على طول انتميبة تروفوزايد سواء هستوليتيكا او كولاي اربع نيوكلياس انتميبة هستوليتيكا سيست تمانية نيوكلياس انتميبة كولاي سيست اثنين نيوكلياس التاتش التوجيذر بلانتديوم كولاي لسه هنشوف تروفوزايد ولا سيست سيباريتت عن بعضهم البعض يبقى دي اسمها جيارديالامبليا لسه هنشوف تروفوزايد ولا سيست طب تعالى كده بما نشوف الصور دي بتقول ايه بص يا دكتور دخلت على الميكروسكوب لقيت بص كده خلية اوفل وطالع منها سيليا وفيها اثنين نيوكلياس لازقين في بعض عاملين شبه الكدني نقول تاني خلية اوفل انشيب اوفل انشيب اوفل انشيب اوفل انشيب اوفل انشيب وخارج منها اهداف بص 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 الاهداف دي كده يا دكتور دي اسمها سيليا الاهداف دي كده اللي اسمها سيليا وفيها اثنين نيوكلياس كدني شاب دي يعني لازقين في بعض يا دي اسمها 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 ايه sounds on my слуш millions انا شايف سيليا اوفل انشيب معي اوفل انشيب اوفل انشيب بZYب اوفل انشاة باي سيلياור عندها اثنين نيوكلياي واحدة سماها مكرو نيوكلياس واحدة سماها مكرونيوكلياس طبي يلا اوفل انشيب اتنين نيوكلياس وفيه سيليا خارجة حتى لو انت مش شايف السيليا اوفل انشيب واتنين نيوكلياس لازقين في بعض يبقى بيكولاي تروفوزي ينفع يا دكتور اكتب في الامتحان بيكولاي ينفع الافضل بلانتديوم كولاي ولكن لو الوقت معجز معك بيكولاي تروفوزي اوفل انشيب واتنين نيوكلياس يا دكتور بيكولاي تروفوزي اوفل انشيب لا لا هنا مش اوفل لا استنى بقى استنى هي دي أوفل؟ لا يا دكتور ده هنا راويندد راويندد يا دكتور نفس المنظر اللي فات ده بس الخلية بقت مدورة بقت مدورة يعني تكيست بقى عليها الكيس الواضح أو اللي ملافف حواليها ده يبقى تحاولت لسيست يبقى يا دكتور البلي هولاي هم عبارة عن خلية واحدة ليها اتنين نيوكليس أتاتشتو جيدر تقريبا شبه الكيدني شيبت فرقهم عن بعض لو كانت أوفل والسيليا بينه يبقى ده تروفوزوية أوفل بس من غير ما تكون حاجة تانية بينه يبقى ده تروفوزوية طب لقيتهم يا دكتور بقى تراويندد يبقى سيست طب كمل كده خلية مدورة مدورة واتنين نيوكليس أتاتشتو جيدر بيكولاي سيست خلية مدورة وهنا الاتنين نيوكليس بس هنا مش واضحة ايو السورة دي لانها غريبة شوية بس دي اسمها بيكولاي سيست اللي لونها احمر دي اسمها بيكولاي سيست خلية مدورة وفيه غلاف هو اللي مغطي على السيليا يعني اللي يبقي من بره والغلاف ماشي السيليا واتنين نيوكليس نزقين فبع يبقى دي اسمها بيكولاي سيست طيب بص كده جدوة بص المقارنة لذيذة أوفل يبقى بيكولاي تروفوزويت روندد يبقى بيكولاي سيست أوفل يبقى بيكولاي تروفوزويت أوفل والسيليا خارجة وفيه اتنين نيوكليس لكن حاولت نقصة طب يعنيدها لمشكلة في الكلام ده طيب تعال كده ما نشوف إليه الجيارديالمبيلي الجيارديالمبيلية دكتور بيقول الاثنين نيوكليوس سيبريت ок też في جيارديالمبيلي93وفوظيت وفي جيارديالمبيليacext كده كده بنعرفهم عن طريق البوما شبه البوما بص كده تحس إنها منظر البوما تحس بوما بتبص عليك بص كده تحس في بوما اثنين نيوكلياس بوما يبقى دي اسمها جيارديالمبيلي لقيت منظر البوما يبقى جيارديا لمبليا طيب نعرفهم ازاي عن بعض بقى التروفوزويت او السست قالك والله يبص لو لقيت الخلية دي لها عينين عاملين شبه البومة يعني وخارج منها خطوط في الاجلة ادي خط 2 3 4 5 6 7 8 خطوط في الاجلة خارجة يبقى دي اسمها التروفوزويت يبقى دي اسمها جيارديا لمبليا تروفوزويت يبقى بص يا دكتور لقيت شبه البومة عين وعين بس بعض عن بعض وخارج منها خطوط شبه البومة وخارج منها خطوط شوف الخطة او شوف الخطة او شوف الخطة او يبقى اسمها جيارديا لمبليا تروفوزويت شبه البومة وخارج منها خطوط يمكن خطوط مش هتبين بس ده خط بين اهو وبيبقى فيه خط امتداد لهنا وخط هنا دي شبه البومة وخارج منها خطوط يبقى دي اسمها جيارديا لمبليا تروفوزويت اسمها ايه جيارديا لمبليا تروفوزويت طب هم قال للسست بتبقى عبارة عن ايه هي بيبقى لها عينين شبه البومة هم المفروض ان هم 4 نيوكليس يعني ادي واحد اتنين ترات اربعة بس بصراحة اللي انت هتشوفه 2 نيوكليس برضه يعني هي المفروض المفروض انها احطها في كاتيجور 4 نيوكليس يعني احنا المفروض نكتب في الكومنت ده الصح انها 4 rounded نيوكليس وانت هتكتب كده لكن انا بقولك اللي هتشوفه لا انت هتشوف عينين وفيه خط في النص وبتبقى لها منظر كده احمر فقدر طب تعالى كده منشور بص كده يا دكتور الاول لقيتها 4 نيوكليس وفيه خط في النص يبقى اسمها جيار ديالامبلياسيست 4 نيوكليس وفيه خط في النص جيار ديالامبلياسيست 4 نيوكليس وفيه خط في النص جيار ديالامبلياسيست بص هنا المنظر للأسف ايش صعب تجيب الـ 4 نيوكليس هتشوف واحدة وواحدة وخط في النص ومفيش خطوط خارجة بره نيوكلياس نيوكلياس وفيه خطة في النص مفيش نيوكلياس بره يبقى دي اسمها جيارد يالان بالياسست بص بص كده المنظر ده بص المنظر ده نقطة احمر في اخدر كده هي المفروضة هي هي بس طبعا مش واضحة لقيت نقطة اخدر في احمر كده دي اسمها جيارد يالان بالياسست خبلك الصورة دي مهمة لانها كانت موجودة في الداتة القديمة وهي صورة مهمة بس فيه خطة في النص يبقى دي اسمها جيارد يالان بالياسست او احد يقول لي يا دكتور تب افرقها ازاي عن الانتميبة هستوليتيكا سست يا دكتور التانية كان فيها كروماتويت بار والنيوكلياس كان شكلها نيوكلياس وجواها نقطة لكن دي لا دي اسمها نيوكلياس مش بينه وفيه خطة في النص يبقى دي اسمها جيارد يالان بالياسست يبقى يا دكتور بص كده جيارد يالان بالياسست السستة هي بتبع عبارة عن. انا بشوف كانهم اتنين نيوكليس او مفروض اربعة بس انا بشوف اتنين نيوكليس وخط في النص. يبقى دي اسمها جيارديا لامبليا سيست. اتنين نيوكليس بس الخطوط خارجة برا. يبقى جيارديا لامبليا تروزويد. بقول لك دي مسبوغة بسبغة اسمها الايودين لكن دي مسبوغة بسبغة اسمها ترايكروم. فكريين لما كنا بنعمل دياجنوزز كنت بقول لك بنسبغة بسبغة من ثلاثة. ايودين ايوسين ترايكروم. نكمل كده. تعالى بقى ناخد اخر حاجة يا دكتور واخر ثلاثة صور عندنا. ما لهمش علاقة بالليفات. يعني انت الليفات ده ذاكروا لوحده. واللي جاي ده بقى الثلاثة دول ذاكرهم لوحده. في عندي الكريبتوس بروديام باريفام او اوسيست. ايزوس بورا بلاي او اوسيست. سايكلوس بورا بلاي او سايكلوس بورا اسيستينيس او اوسيست. اعرفهم ازاي عن بعض. اولا بيبوا عبارة عن كور. اولا بيبوا عبارة عن كور. طيب تعالى بس فكرك كده بالنظري. هفكرك كده بمعلومة في النظري. كنت بقولك ان الكريبتوس بروديام باريفام بتبع عبارة عن بتتكون من اربعة سبوروزويت. كنت بقولك انها عبارة عن. حاول اجيب لك بس الصورة الاول. بسم الله. اه هي دي. كنت بقولك ان الكريبتوس بروديام باريفام او اوسيست. كانت تتبع الكبارة عن دايرة ». وجواه YES Sporo schist يعني بتبقى دايرة وجواه اربعة سبروزويت بعد جدا لما شرحت لك سيولação بعد ذلك عندما شرحت لك سيول propagthink有沒有 abi s veggie s 봐 بتقولك انها day voud a x stock الكبيرة اسمها kayak Oocyst جواه كسين صغيرين كل było اسمهم span وكل كيس سبروصليد جواه ا2 sl b 1 2 حد ذü ممربية به والما جت بأس كنت بقولك أنها التطريب الكآخر يعني ببى كيس كبير وجوا كثين ، وكل telegram هو المنظر المبعض هتلاقي له ورسوم يعني لو جالك يا جرام هاتف ذلك يبقى دي اسمها さ piglopore bly eucyst اعرفهم من بعض كما دون أربعة بروزويت لوحدهم. دول كسين وكل كيس في اتنين سبروزويت. دول كسين وكل كيس في اربعة سبروزويت. طيب تعال بقى كده اما مشوف الصور اللي بتجي لك على الايه? على تحت الميكروسكوب. هم عبارة عن اربعة سبروزويت. تمام? بتبقى عبارة عن كزا كورة حمرة على خلفية زرقة مخدرة. والكور مالهاش تفاصيل. يعني بص كده بتبقى كزا كورة حمرة على الخلفية لونها ازرق اخضر والكورة نفسها مفيش فيها تفاصيل. يعني كورة تحس انها مش عارف. لو انا زومت كده مش عارف اجيب لك اي تفاصيل. بص صورة اصلا مبكسلة وحالتها حالة. يبقى دي كده اسمها كريبتوس بروديام باريفام او اسيست. طيب تاني. كزا نقطة حمرة يا دكتور على خلفية زرقة مخدرة ومفيش لها تفاصيل كريبتوس بروديام باريفام او اسيست. طيب. اللي بعدها سايكلوس بورا بلاي او اسيست او سايكلوس بورا سستينيس او اسيست. اعرفهم ازاي بتبقى كورة واحدة حمرة. كورة واحدة حمرة على نفس الخلفية اللي هي الازرق مخدر. ولما نيجي نبص عليها ممكن نشوف تفاصيل بص كده كورة وظلها كورة وظلها كورة وظلها يعني الكورة وظلها هي كورة واحدة بس كورة دي مترافة. الكورة والظل بتاعها تحس انها كورة وعملة زل. يبا دي اسمها دي اسمها سايكلوس بورا بلاي او اسيست. يبا المنظر ده كده الكورة وظلها سايكلوس بورا بلاي او اسيست. طيب خش على اللي بعده كده. خش على اللي بعده. ايه يا دكتور المنظر ده? منظر كورة حمرة اوفل جواها كورتين صغيرين على خلفية زرقة مخدر. كورة حمرة اوفل جواها كورتين صغيرين دي اللي اسمها ايزوزبورا ب لاي اوكست, يبقى كورة واحدة اوفل وجواها كورتن صغيرين على نفس الخلفية اللازرأ اخضر دي يبقى اسمها ايزوزبورا ب لاي اوكست نفس الكلام دي منظر تاني ده منظر تاني لها بس هي مزوامين اوophy ادي كورة او geral ايه وجواها كورة وكورة يبقى اسمها ايزوزبورا ب لاي اوكست. دي كده مرسومة شوف الفرق ما بينهم كذا كورة حمرى كريبعابات بريفام اوكست. كورة وزلها . نعرف كمله ما فيبقوا خلفيتهم ازرق تجد اخضر كده وكوار حمرة كورة وزلها أشوف كنا عمد لله لا ل قلد انك بالسر عليم sandwich الحمد لله يا أولاد ربنا معاكم وربنا ورفقكم إن شاء الله تقفلوا العمل وتقفلوا درجاته يا أولاد ونتقامل مع بعض في العسنة الجاية على خير بإذن الله نشوفكم على خير السلام عليكم